اختتم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي زيارة تاريخية لواشنطن التقى خلالها في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد دعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا كما ألقى زيلنسكي كلمة أمام الكونغرس شدد فيها على أن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا ليست صدقة لكنها استثمار في الأمن العالمي على حد كلماته مشددا على أن بلاده لن تستسلم أبدا وستواصل القتال وأضاف زيلنسكي أن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأمريكية سيعزز قدراتها الدفاعية لخلق مجال جوي آمن على حد قوله